بعد ما شوفنا كلنا وتابعنا مباراة زهاب إزاي كارلوس كيروش هيفكر ليه مباراة العودة خصوصاً إحنا بدأنا نشوف بقى سيناريوهات وتوقعات بعض من القادر يضين بأنه ممكن يغير 4-3-3 ولو غيرها يغيرها لإيه؟ طيب هي مباراة صعبة جداً عشان بس الناس تبقى مش وغدى فكرة أنه إحنا تفوقنا على المتخب السنغالي فإحنا نقدر إن إحنا نقدي بشكل كبير بقى ومستريح وكلام ده آه هم مضغوطين والمنتخب المصري أنا مبسوط إن مباراة الزهاب كانت في القاهرة ومبسوط بالنتيجة لإجابة لتحققات أي مكان 1-0 أو كان أكتر كويس إن إحنا تفوقنا المنتخب بتاعنا دايماً مع الوقت اللعيبة بتفهم بعض وده اللي حصل في أمام أفريقيا بعد مخسرنا للنجيريا بدأنا نلقى الإقاع المناسب وده حيل وقوي مع لعابة منتخبنا الوطني أعتقد إن شاء الله بكرة منتخبنا بس لازم يكون الأكثر تركيزاً والأقل أخطاءاً زي ما قلنا دايماً بقول اللعب على الشعرة والتعامل السيكولوجي من قبل كارلوس كيروش إنه يكتب تويتا أو حاجات بسيطة من دي لا بتفرق مع لعابة بتفرق مع لعابة بشكل كبير جداً وأعتقد إن المنتخب قادر ولكن كارلوس كيروش يحط التوليفة الأنسب مع طريقة اللعب اللي يقدر من خلاله إنه يعمل شبكة دفاعية وجهة نظر الشخصية يغير طريقة اللعب لأنه في السنغال آه ملعب جديد أول مرة يلعبوا فيه افتتاح الجمهور النتيجة أنت متأخر أو أنت بتبدأ المباراة وأنت أصلاً خسران واحد صفر بتصدر ضغط أكبر للمنتخب السنغالي عندهم قدرات ذهنية قوية لأنهم لعبين محترفين أصحاب خبرات وقدرات وهكذا ولكن والله أنا شايف إن فيه لعبين مصريين كتير محترفين في الدور المصري بس فقط عشان اسمه في الدور المصري لكن لو بره هيبقى أحسن من لعب دي بكتير بس إحنا بنقلل من نفسينا وبنقلل من قومتنا بشكل أو بآخر لكن في كل الأحوال على طريقة اللعب لأ أنا شايف إن هو يلعب 3-5-2 ومشتقتها على أرض الملعب مشتقتها ليه إيه بقى وياستعين بمين طيب أنا شوف إنه بلاش عمر جابر عمر جابر أدى بشكل كويس جداً عمر جابر كان موجود في تشكيل الأساسية المرة الفاتت مش عايز أقولها بشكل صريح معرفش ممكن تؤخذ علي ولا لا بس فكرة إنه محمد صلاح مرتاح لعمر جابر إنه هو يكون موجود أه في المباراة دي أه وإنه كان فيه دعم إنه عمر جابر يبدأ في هذه المباراة لأن مباراة القاهرة كان محتاج حد يهاجم وكان محتاج حد يريح محمد صلاح في ناحية المين مباراة دكار لا مباراة دكار محتاجة واحد زي عمر كاميل عبد الواحد محتاجة حد يقفل بشكل أفضل على ساديو مانيف في الجهة اليسرى بتاعة المتخب السنغالي اللي كان بيقدي فيها بشكل قوي جداً في المباراة القاهرة فلازم يكون فيه حد يكون تقيل وعلى الفكرة ممكن يكون عمر كاميل عبد الواحد إحنا ما نعرفش إحنا مش جوه المعسكر فما نعرفش إنه ممكن تكون حالته الذهنية والبدنية لما جي من فيوتشر للمعسكر يقدر يقادي ولا لا فالمدير الفني هو الأقدر إنه يقول إن رجل ده يقادي أو بلاش خلي عمر جابر في هذه المباراة سواء كان عمر جابر أو عمر كاميل عبد الواحد أنا شايف إنه الاتنين يكونوا موجودين واحد يوم يكون موجود في الجهة اليوم مع فتوح في الجهة اليسرى يلعب اتنين سرد بكات أنا شوف إن محمود علاء ابتدى معهم المعسكر بيلعب مع نادي الزمالك بغض نظر معنا الضغوط والجمهور والكلام ده ادي له الثقة لعب في أمم أفريقيا حتى لو على فترة صغيرة في المباراة كان بديل ولكن ذهنيا هو عايش مع المنتخب يبدأ هذه المباراة مع ياسر إبراهيم اللي خاد الثقة لما نزل حتى صاحب البديل محمد عبد المدعم حمدي فاتح يلعب سرد بك متقدم ويلعب ثلاثة فيندرز موجودين ولذلك تلاحظ إنه إدى آخر ديئتين كده الراجل اللي هو دونجا نبيل عمد دونجا لعب بيراميدز وإداله في المباراة ليه لإنه هيحتاج وممكن يكون كلعب أساسي في مباراة دكار ويلعب جنب النيني وجنب السلائة مع توظيف السرعات ومين هياخد أدوار هجومية ومين هياخد أدوار دفاعية خمسة ثلاثة اتنين أو ثلاثة خمسة اتنين بتتحول لخمسة ثلاثة اتنين اللي هو فاتوح وعمر كمال أو عمر جابر أي المكان فيهم اللي هيبقى في ناحية المين بيرجع يبقى جنب الاثنين السردبكات وكمان بيقابل من بدري كسردبك متقدم حمدي فاتحي وده عملوا مع نادل أهلي بشكل كبير إذن هناك قدرة إن انت تعمل شبكة دفاعية مع كمان الثلاثي اللي موجود في نص الملعب اللي هو السلية ومحمد النيني وكمان دونجا والثلاثة بيعرفوا يخرجوا الكرة بشكل متقن وده مهم قوي الممكن التريكة اللي ممكن يعملها إنه بلاش يلعب بمصافة محمد طبعاً دي حاجة يقوله غريبة وإنه صعب إن مصافة محمد بيعتمد عليه بشكل كبير لكن أنا شوف إنه يلعب اتنين محمد صلاح يسيبه حر قدام ولعب بياخد الكرة من بدري شوية زي مرموش زي تريزيجي زي زيزو ممكن يبدأ بي في هذه المباراة يبقى لعب سريع لأنه نحن نعب على الهجم المرتد وهم هيفتحوا من بدري لأنهم عايزين يجيبوا هدف مبكر أنت لازم تعمل لهم الشبكة الدفاعية دي أن تتقفل مصادر الخطورة بتاعت نص الملعب والثلاثة الهجومي تزهقهم تقفل لهم الدنيا تحسسهم إنه هما النهاردة مش يومهم من الأول كلما مررت الوقت كلما صدرت لهم الضغط الدنيا تهبط وهتبقى متحكم أنت في ركم المباراة بعد كده يعني أنت شايف أنه ممكن مرموش أو صلاح أو تريزيجي مثلا يبدأوا المباراة هو كده كده صلاح سيكون موجود لو لا بثلاثة خمسة اتنين أو خمسة اتنين حسب الطريقة دفاعية أو هجومية يلعب جن بصلاح بواحد من الثلاثة المجولين زيزو ممكن يبدأ بي على الفكرة هو رياحه في المباراة اللي فاتت ولعب عنده سرعات لأن انت محتاج حد بيجري مع محمد صلاح كيفية التحركات بشفتات تكون موجودة على الأرض الملعب في المساحات الكبيرة اللي هتكون موجودة في التلت الدفاع بتاع السنغال الانسة سنغالها هتضغط هي هتفتح خلقة هي عايزة تروح علشان تجيب هتبدأ كده يعني ده معروف انه هتبدأ بالشكل ده بالتأكيد في المباراة كل حتى لو لقدر لا سجلوا برضو هيبدأوا يضغطوا أكتر علشان يخلصوا المباراة ما يروحوش لإكسترا تايم أو رقلات ترجيح هم وحتى كنت بكلم قبل الهوى مع أحد الزملاء اللي موجودين يعني انه ما بيضيعوا كتير من كتير من فترة كبيرة لكن ده مش مقياس ان احنا نحكم انه السنغال بضيع كتير مقياس انها بتوصل كتير احنا مش عايزينها بتوصل كتير انت عندك أداء دفاعي رائع جدا محمد عبد المينع مش موجود الوينش مش موجود لكن ده حصل في أمم أفريقيا وتدارقنا الموقف واللي موجود بره بينزل عايش في المباراة ده كويس قوي بالنسبة لمعسكر منتخبنا الوطني يعتقد ان المنتخب بالأداء الدفاعي بقى مع الشبكة الدفاعية اللي ممكن يعملها بدون تراجع تراجع بالزيادة يعني لانه لو لعب تلاتة في نص الملعب زي ما قلت بيخرجوا الكرة بشكل متقن السولية هو صنع الألعاب الأول دلوقتي في المتخبنا الوطني صنع لمحمد صلاح وقد نام غينيا بيساو أفتيكر في دور المجموعات في أمم أفريقيا وبيصنع مع النادي الأهل في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري وصنع الهدف في المباراة الأخيرة حتى وإن تراجع لمساتهم مميزة الحي ما في المئة يتطور في إخراج الكرة بشكل مميز فممكن يطمع يتقدم يصنع لعب بشكل مميز ويدي أدوار دفاعي أكتر لدونجا مع محمد النيني مع الميلان على الأطراف لأنه خطورة المتخبص النغالي فيها الأطراف وعمق نص الملعب بتاعهم اللي هو بيخدم على أداء الهجومي فلازم أن تأفل صح تعمل شبكة تأفل لهم صح